لذلك أنا ممكن أعرف لسيادة المشاهدين ببساطة كده الأوفرثينكينج إيه هو؟ هو عبارة عن فكرة سلبية أنت بتنطقيها من مجموعة أفكار كتير حواليك وبتخزنها في العقل اللواء بتديك عليها أعراض زي التوتر والقلق وبنك أتاك اللي هي نوبات الهلع والخوف أنك تبقى خايف من المستقبل خايف من بكرة خايف من الموقف ده خايف من القرار ده هي الفكرة السلبية دي وإنت بتحطها كده وتقعد بقى تجمع كتلة أفكار كتير قوي وتخزن وبعد كده تتلقى حياتك وتقطق ويومك منتهي على الفاضي وإنت ما قدرتش تعمل حاجة إنت عملت حاجات كتير قوي في يومك بس منهك ومجهد وقررت أخدتها غلط بسبب الأوفرثينك التفكير المفرد ده بيدر الشباب يعني لو جبنا عشر قدامنا دلوقتي يعني تلاقي عندنا سبعة منهم عندهم أوفرثينكينج ده لو مش تسعة ونص ده أنا بقول أقل نسبة في الدراسات والإحصائيات ده حقيقي بجد الدراسات والإحصائيات أثبتت أن كل عشر فيهم سبعة أوفرثينكينج الأوفرثينكينج ممكن يبقى مفيد للإنسان اللي بيعرف يعمل كنترول على عقله اللي هو وعي أو بيعرف يعمل كنترول على الفكرة اللي هتفيده مش الفكرة اللي هتضره أو توقف حياته أو توقف قرارات في حياته أو توقف الطاقة بتاعته اللي بيستخدمها في حياته أو فيهم اشتركوا في القناة